نظمت الشبيبة المسيحية في الأرض المقدسة مهرجان قصة ابن البلد الذي انطلقت فعاليته في كنيسة المهد ببيت لحم حضر الافتتاح البطريارك ميشيل الصباح وعدد من المسؤولين في المحافظة وجمع كبير من المؤمنين وتمحورت فكرة المهرجان الذي استمر أربعة أيام بالتعرف على الكتاب المقدس وتاريخ الأنبياء في الأردن وفلسطين وصولا إلى المخلص يسوع المسيح وحياته في الأرض المقدسة وتضمن المهرجان العديد من ورشات عمل للمجموعات الشبابية والعروض الفنية والثقافية والصناعات الغذائية